نسمع تاني القرارات من طبعا الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي نشوف برضو القرارات مرة تانية من خلال هذا الحديث هذه تحية لكم مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي الأهلي نتلو على حضراتكم قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الرابع من أغسطس 2022 برئاسة الكابتن محمود الخطيب أولا قرر المجلس المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها ثانيا المطالبة بإقاف حكم الفار في مباراة الأهل الأخيرة لحين التحقيق عما بذر منه ثالثا عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم وهي كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي رابعا وأخيرا استكمال مباريات الدور العام بالناشئين واللعبين العائدين من الإصابة هذا وسوف يقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة